بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عنوان درس هذا اليوم معرفة تواريخ الرواه ونبدأ بالتعريف فنقول التواريخ جمع تاريخ وهو مصدر الرخى وسهلت الهمزة فيه أما اصطلاحا فهو التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من المواليد والوفايات والوقائع وغيرها المراد بمعرفة تواريخ الرواه في هذا العلم علم الحديث هو معرفة تاريخ مواليد الرواه وسماعهم من الشيوخ وقدومهم لبعض البلاد ووفياتهم تظهر أهمية هذا العلم وفائدته في قول سفيان الثوري رحمه الله عندما قال لما استعمل الرواه الكذب استعملنا لهم التاريخ ومن فوائده أيضا معرفة اتصال السند أو انقطاعه نتعرف الآن على تواريخ مهمة ينبغي على طالب علم الحديث الشريف معرفتها ونبدأ بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فالصحيح في سنهم ثلاث وستون سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبض ضحى الاثنين لثنتين عشرة خلت من ربيع الأول من السنة الحادي عشرة للهجرة أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقد قبض في جماد الأولى من السنة الثالث عشرة للهجرة وعمر بن خطاب رضي الله عنه قبض في ذي الحج من سنة ثلاثة وعشرين للهجرة عثمان رضي الله عنه قتل في ذي الحج سنة خمسة وثلاثين للهجرة وعمره 82 سنة وقيل ابن تسعين سنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل في شهر رمضان سنة أربعين للهجرة وهو ابن ثلاثة وستين سنة من الأمثلة أيضا هناك صحابيان عاشا ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام ماتا بالمدينة سنة أربع وخمسين للهجرة هما حكيم بن حزام وحسان ابن ثابت بالنسبة لتواريخ مواليد أصحاب المذاهب المتبوعة ووفياتهم فهم كالتالي أبو حنيفة النعمان بن ثابت ولد سنة ثمانين وتوفي سنة مية وخمسين مالك بن أنس ولد سنة ثلاثة وتسعين توفي سنة مية وتسعة وسبعين الشافعي محمد بن دريس ولد سنة مية وخمسين وتوفي سنة ميتين واربعة أحمد بن حنبل ولد سنة مية واربعة وستين وتوفي سنة ميتين واربعة رحمهم الله جميعا أما أصحاب كتب الحديث المعتمدة الكتب الستة فالإمام البخاري ولد سنة 194 توفي سنة 256 مسلم بن الحجاج ولد 204 توفي 261 أبو داود السجستاني ولد 202 توفي 275 أبو عيسى الترمذي ولد 209 توفي 279 أحمد بن شعيب النسائي ولد 214 توفي 303 ابن ماجه القزويني ولد 207 وتوفي 275 من أشهر المصنفات في تواريخ الرواه كتاب الوفايات لابن زبر الربعي محدد دمشق وهذا الكتاب مرتب على الصنين وهناك ضيول على الكتاب السابق كتاب الوفايات منها ذيل للكتاني وذيل للأكفاني وللعراقي وغيرهم هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم